لقي خمسة من الجنود الفرنسيين حتفهم في انهيار كتل جليدية في فالفخيجيوس في منطقة الألب في جنوب فرنسا قرب الحدود مع إيطاليا أثناء قيامهم بتدريبات برفقة نحو 45 من رفاقهم. الانهيار الجليد أدى إلى فقدان عدد آخر من الجنود قدروا بعشرة عثر عليهم سالمين خلال عمليات البحث التي استخدمت فيها المروحيات والكلاب المدربة خصيصاً لمثل هذه الحوادث.